موسيقى نشرة آخر اليوم من قناة المهرية وبدايتها بالعناوين موسيقى محافظ المهرة يفتتح مبنى الجوازات الجديد ويدشن حملة لتحصين ضد الجزاز موسيقى ميليشيات الانتقالية تعاود تمركزها في مواقعها عقل انسحاب مؤقت في محافظة أبيان موسيقى قوات الأمن تعتقل نائب رئيس مجلس الحراك الثوري في محافظة حضر موت موسيقى ألمكم مشاهدين إلى نشرة نسلط الضوء فيها على أبرز المستجدات في محافظة اليمن موسيقى 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 مع تدفق المواطنين من عدة محافظات للحصول على الجوازات وأشار بن ياسر إلى أن هناك مشاريع جديدة في الجانب الأمني تعتزم السلطة المحلية تتشينها خلال الأيام المقبلة قمنا بتتشين المبنى الجديد للهيئة للجوازات وهذا مبنى حديث عاملي استوعب جهود الأخوة لقدموا خدمات كبيرة للمواطنين في هذا الظرف الصعب والحمد لله هذا إنجاز بسيط في ظل إنجازات إن شاء الله سبحانه وتعالى عاولنا أعملها مستقبلة مع الأخوة في الأمن مع القيادة الأمن الأخ المدير الأخوة البيئات الأمنية الأخرى نتمنى لهم التوفيق في عملهم والنجاح في مهامهم ومشروع بصراحة حيوي وخدماتي ويخدم المحافظة بشكل عام ونوافدين للمحافظة وكل المحافظات كنا علينا ضغوطات كثيرة في هذا الفئة الأخيرة بحكم الأقلاق في بعض المحافظات لهذه الجوازات فهذا بصراحة إنجاز كبير جدا ونشكر السلطة المحلية على هذا الإنجاز ونشكر الأخوة اللي ساهموا في إنجاح هذا المشروع طيق المكان في المبنى السابق وتداخل المعاملات للرجال مع النساء والآن الحمد لله تم افتاح هذا المبنى وتم فصل النساء عن الرجال ويكون هناك عملية سلسة وسهلة للمواطن والمراجعين وكل حتى الموظفين أنفسهم يكون فيها عملية سهلة في سياق آخر دشنا محافظ المهرة محمد علي ياسر حملة التحصين ضد مرض الجوزاز في المراكز المخصصة للقاح وقال المحافظ محمد علي ياسر في حفل التشي إن الحملة سوف تستهدف 23 ألف امرأة في جميع المدريات داعيا أبناء المحافظة كافة للتعاون مع الفرق الطبية لإنجاح هذه الحملة نحن اليوم في ثانوية بلقيس نشكر مديرة المدرسة وهيئة التدريس الأخوة في الخدمات الصحية مدير الخدمات الصحية والأخوان الطاقم الأخوة مديرة التربية والتعليم نحن في الجراعات التطعيم الجزاء المستفيدين عدد من عمر 15 إلى كم؟ وإن شاء الله تكون هذه بداية طيبة الأمور كثيرة شاكرين الأخوان جهدهم جميعا كل بإسمه وكل بصفته سواء الأخوة في فرع وزارة الصحة أو الأخوة في فرع وزارة التربية لدينا ما يقارب حوالي 23 ألف مستهدف في هذه الحملة لدينا مجموعة كوادر صحية مشاركة في هذه الحملة حوالي 310 فرد لدينا أيضا سيارات مشاركة في هذه الحملة ما يقارب السبعين سيارة نتقدم بالشكر أولا لسعادة المحافظ على أبداء الاستعداد وتدشينه بنفسه حرصا مننا على هذه الحملة أيضا نقدم شكرا للمنظمات الدولية الداعمة سواء كمنظمة الصحة العالمية أو اليونسفة أو غيرها من المنظمات وكذلك وزارة الصحة العامة والسكان لإهتمامها بالجانب الصحي في محافظة المهرة في سياقا متصل دشنا مكتب وزارة الصحة والسكان بمحافظة المهرة فعاليات الدورة التدريبية للعملين الصحيين المشاركين في حملة التحصين ضد مرض الجزاز في المحافظة وقال المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد إن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم والمعارف الخاصة بحملة التحصين ضد مرض الجزاز وأكد سعد على ضرورة أن يكون العمل منظما في الحملة من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل صحيح الحمد لله رب العالمين بتدشين الدورة التدريبية الخاصة بالكوادر الصحية والذي سوف تدشين الدورة التدريبية الخاصة بالحملة الوطنية لتطعيم النساء في سن العجاب من سن 15 إلى 49 سنة وقبلها قمنا بتدشين الدورة خاصة بالتثقيف والأعلام الصحي من خلال هذه الدورة سوف يتلقى المجدربين فيها وخاصة من النساء ومن الشباب الآخرين في القطاع الصحي كل المعلومات الخاصة بكيفية أعطاء اللقاح وكيفية التعامل مع النساء وكيفية الدخول إلى المنازل وكيفية القيام بيعملهم على أكمل وجه بكل تأكيد نحن بيدعم سخي من السلطة المحلية مثل بلغ محمد علي ياسر محافظة المحافظة المهار رئيس المنزل المحلي وكذلك المنظمات الدولية وكذلك وزارة الصحة العامة والسكان لتنفيذ الحملات الخاصة بالتحسين النساء وفي السياق ذاته نظمت دارة التثقيف والإعلام الصحي بمحافظة المهرة دورة تدريبية للمتطوعات في التوعية بأهمية التحصين ضد مرض الجزاز وأكد المدير العام لمكتب الصحة بالمحافظة دكتور عوض مبارك سعد على أهمية توعية المجتمع بالتحصين ضد مرض الجزاز والتي تستهدف النساء من سن الخامسة عشرة وحتى سن تاسعة والأربعين عاما في المدارس والمرافق الصحية والمنازل في مديريات محافظة المهارة كافة وتضمنت الدورة التعريفة بالمهارات الأساسية في التثقيف والتوعية ضد مرض الجزاز استعدادا لانطلاق الحملة التوعوية خلال الأيام المقبلة نيابة عن نفسي وعن الطواقم الطبية تقدم الشكر الجزيل لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظة المهارة رئيس المجلس المحلي وكذلك معالي وزير الصحة العامة والسكان وكذلك المنظمات الدولية الداعمة للكطاع الصحي في هذا المجال كل ما أريد أن أقوله على الأخوة المتطوعين وعلى الأخوة المتدربين أن ينشروا روح التثقيف وروح الوعي الصحي ما بين المواطنين وكذلك نحن متفاعلين كل التفاعل من الأخوة المثقفين والأخوة المواطنين بالتعاون مع الفرقة التطعيم والتي سوف تزور المنازل وسوف تزور المنازل الثانويات والمدارس التي تدور حولها الحملة أفدت مصادر محلية نانا ميليشيا الانتقالين مدعومة إماراتيا نفذت انسحابا مؤقتا من جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبيان وقالت المصادر للمهرية ناميليشيا الانتقالية أعلنت عن انسحاب أطقم ومعدات عسكرية بحضور اللجنة السعودية في منطقة الشيخ سالم ثم شهدت تلك القوات وهي عائدة إلى مواقعها من جديد يأتي هذا عقب يوم من إعلان المتحدث باسم القوات الخاصة أمين حسين أولى مراحل انسحاب القوات الحكومية من خطوط التماس مع ميليشيا الانتقالي في محافظة أبيان قالت الصحيفة اللوموند الفرنسية إن 51 نائبا فرنسيا وجه استجوابا لوزير خارجية بلاد همجان إذا لودريان بشأن الانتهاكات التي تبتكبها الإمارات بحق اليمنين في مشاءة بلحاف النفطية بمحافظة شبوة وذكرت الصحيفة أن الاستجواب جاء بناء على تقرير نشرته في نوفمبر حول الانتهاكات المنسوبة للقوات الإماراتية في مشاءة بلحاف وقالت الصحيفة إن مسؤولا في التحالف أكد وجود سجن مؤقت في المنشأة بداية العام 2019 مؤكدة أن السجن لا يزال يستقبل سجناء سابقين تعرض لتعذيب وفقا لشهادة مدير المستشفى الرئيسي في المحافظة وعرب أحد النواب عن قلقه من استغلال منشأة بلحاف بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم الحرب على صعيد آخر قالت مصادر بمحطة توليد الكهرباء في مدينة عتق عاصمة محافظة شب وإن المحطة توقفت عن العمل جراء نفاد مخزونها من مادة الديزل وأضافت المصادر أن الكمية الإسعافية التي تم شراؤها للمؤسسات تم احتجازها من قبل نقطة الحام الأمنية في محافظة حضرمهوت ولم تسمح لها بالمرور ولا تزال شاحنات الديزل محتجزة وأبدى القائمون على المحطة استغرابهم من إقدام القوة الأمنية على احتجاز السيارات وعدم السماح بمرورها رغم أن المؤسسة قامت بكل الإجراءات القانونية للشحنة وليس عليها أي مخالفات اعتقلت قوة أمنية في مدينة المكلة نائب رئيس مجلس الحراك الثوري لشؤون الساحل في حضرموت محمد عبدالله بامثقال ووصف رئيس المركز الإعلامي بمجلس الحراك الثوري بحضرموت أكرم مقداد بالأمر الغريب وأنه لا يستند لأسباب قانونية وأضف مقداد أن قيادة المجلس تدين هذا الاعتقال وتدعو السلطات الأمنية إلى الإفراج الفوري كما تحذر من استمرار اعتقاله دون مسوغ قانوني دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبهجيت جوها إلى تجديد الالتزام باتفاق ستوك هولم المعلن بين طرفين سنة 2018 وطلب أبهجيت بالتنفيذ الكامل لاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين وأبناء الحديدة بشكل خاص وأشار رئيس البعثة الأممية إلى أن خمس سنوات من الحرب أفضت إلى الموت والدمار في البلد والكثير من النزوح وباتت المجاعة تلوح في الأفق إلى حد كبير طالبت اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج الحكومة بصرف مستحقات عام 2020 المتأخرة للطلاب المبتعثين كافة ودعت الاتحادات في بان لها الحكومة الشرعية إلى سرعة صرف المستحقات المتأخرة للأرباع الثلاثة المتبقية لهذا العام ومعالجة القضايا والمشاكل الطلابية في أغلب دول الابتعاث كما طالب البيان بيعادة أسماء الطلاب الذين أسقطت أسماؤهم من كشفات الربع الأول وبصرف مستحقاتهم التي أوقفها مسؤولون في بعض السفارات اليمنية في طار معالجة العزوف عن القراءة والاطلاع على ماضي وتاريخ حضر موت أقام مكتب الثقافة بالمحافظة معرض الكتاب والقهوة والموروث الشعبي وشهد إقبالا ملحوظا أقسام متعددة تهتم بالتراث الشعبي والفني والإبداعات الشابة احتضنها معرض الكتاب وقهوة والموروث التراثي الشعبي الحضرمي ببكتب الثقافة بوادي حضر موت في إطار تحريك السكون الثقافي ومعالجة العزوف الملحوظ خاصة لفئة الشباب عن القراءة والاطلاع على ماضي وتاريخ حضر موت ليكون محطة مهمة للفت انتباههم لماضي مهدد بالنسيان نحن ننظم هذا المعرض بالشراكة مع مؤسسة حضر موت أو مست بسمة حضر موت للتنمية وكلية البنات وكلية المجتمع نهدف من ذلك إلى أبراز المواهب والمبدعين بمختلف ميولهم واهتماماتهم في مجال الإبداع إلى جانب أن نروج للقراءة وأهمية القراءة في ظل العزوف الملموس من قبل كثير من الفئات العمرية في المجتمع نحو الكتاب يضم المعرض أجساما لأسومات المعالم التاريخية لحضر موت والموروث الشعبي الحضرمي وكذا أجسام الخط العربي والمكتبة وأشريطة للدان الحضرمي وصور لأبرز الفنانين والمغنيين للداني الذي يعتبر أهم وأقدم الفنون التي يجري ترتيبات ضمها لقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو شاركت بهذه الأعمال الخلف الموجودة أعمال زيتية ومائية والقلم الرصاص هذه مشاركاتنا الحرص على هذه المشاركات والدعم للموروث الشعبي وعكس الثقافة والرسوم في وادي حضرموت أنا وعدل من الزملاء الفنانين التشكيلين أجسام المعرض وإن بدت صغيرة لكنها التحوي في طياتها تاريخ وهوية وتوراة حضرموت الذي تضيب أو تضعف بشكل كبير معرفتها خاصة لدى الأجيال الجديدة واستمطالبات بتكثيف النشاطات الثقافية بما يعزز لديهم التمسك بتاريخ الأجداد لقناة المهرية عبد المجيد با خريصة حضرموت النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل محتجون من دول احتياجات الخاصة في المكلة يطالبون بتوفير فرص عمل لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى عدنا معكم من جديد نظم عدد من دول احتياجات الخاصة في المكلة بمحافظة حضرموت وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتفعيل نسبة الخمسة بالمئة في المصالح الحكومية للمعاقين وطلب المحتجون السلطات ومكتب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدرجهم في المجتمع واعطائهم حقوقهم من خلال الاستمرار في رعايتهم وعدم تهميشهم في اليوم العربي للأشخاص ضو الإعاقة نقف مجموعة من المعاقين بشرائح مختلفة للمطالبة بتصحيح وضع المعاقين بشكل كامل في محافظة حضرموت من خلال إجراء انتخابات لأهل كثير من هيئات ذوي الإعاقة التي فقدت شرعيتها وأيضاً للمطالبة بحق المعاق في خمسة في المئة من التوظيف وأيضاً يلحقوا بذلك في التعاقد في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع المختلط أيضاً نطالب بحقوق المعاق في العلاج والتدريب والتأهيل وكل حقوق المعاق وأيضاً بالنزول إلى المدريات النائية من أجل عمل دراسة مستوفية لجميع المعاقين وإحصائهم وإعطاءهم كافة حقوقهم من الهيئات الموجودة رغم أننا توصلنا من أشهر ومن سنوات ونحن نتواصل ونطالب لكن إلى الآن لا حيالي من تنادي نعمل من الجميع ولرأسهم السلطة المحلية في المحافظة وكافة مكونات المجتمع الحضرمية الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروع المعاقين في سياقنا متصل نظم مجلس تنسيق جمعيات ذو الإعاقة بوادي حضرموت والصحراء احتفالاً باليومين العربي والعالمي للمعاقف مدينة السيئون وقال وكل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري إن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي انطلاقاً من اهتمام ورعاية السلطة المحلية لدمج هذه الشريحة في المجتمع والاستفادة من قدراتها لما فيه مصلحة الجميع وأكد الكثير اعتماد مدرسة عفواً لذوي الاحتياجات الخاصة في كل مديرية ضمن المشاريع المقبلة للسلطة المحلية في سياقنا مختلفة قررت دائرة منظمات المجتمع المدني بمؤتمر حضرموت الجامع خطتها التنفيذية للعام المقبل 2021 وناقشت الدائرة في اجتماع لها اتجاهات نشاطها المقبل والمتضمن لقاءات مع المؤسسات والجمعيات والاتحادات لمؤازرة عملها الاجتماعي والإنساني بما يعزز من مكانة منظمات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع إضافة إلى العمل على مواصلة الجهود من أجل إشهار اتحاد منظمات المجتمع المدني الأهلي في ساحل حضرموت وأيد المجتمعون ما جاء في البان النقابي الصادر عن المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد وما تضمنه من مطالب حقوقية وصفوها بالعادلة في حضرموت أيضا اختتمت بمديرية الشحر المرحلة الثانية من برنامج بناء قدرات عقال الحارات في قضية حل النزاعات وبناء السلام وترقى المتدربون خلال الدورة مجموعة من المفاهيم المتعلقة بكيفية تحليل النزاعات وتخفيف حدتها إضافة إلى أدوات حل النزاعات وبناء السلام بمشاركة ثلاثين متدربا من عقال الحارات والقيادات النسوية بالمديرية أقيم في مديرية خور مكسر معرض عدن الثالث لفنون تزيين الكيك بقوالب تحاكي التراث اليمني الأصيل وأوضحت رئيسة منظمة جلوبال شيبرز بعدن هبفهيم في تصريح للمهرية أن معرض عدن الثالث لفنون الكيك يختص بإظهار فنون الصناعة في اليمن ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع هذه الصناعة ويشارك في المعرض خمس وعشرون امرأة من العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررة كما تخلى له نشاطات وفقرات متعددة منها وصلات فنية وموسيقية طبعا فكرة المعرض أقتني في 2018 يعني هذه ثالث سنة إن شاء الله للمعرض وهو أصبح المعرض عدن لفنون الكيك معرض سنوي يعني تقليد ينتظره الكثير من أهالي عدن بكل شوق الإقبال سنة دي على المعرض كان جدا جدا كبير والناس كلها حبت يجي تحضر والناس حبت شارك بس الهدف من هذا المعرض الرئيسي مش بس إنه الناس تجي تفرح وتنبسط جوب الكيك لا الهدف هو أكبر من كده وإنه البنات يخرجوا إلى سوق العمل ومشاريعهم الخاصة تتطور طبعا مشاريعهم دي من البيت يعني لكل المشاركات يصنعوا هذه الكيكات من البيوت في سياق آخر قامت دار رشنة للفن في العاصمة موقتة عدن مؤتمر صحفي لإشهار المعرض الجوي الأول لتصوير عبر الدرون ويهدف المعرض إلى إظهار الوجه السياحي لليمن بعيدا عن تداعيات الحرب حيث من المقرر أن يقام في أواخر الشهر الجاري اليوم الحمد لله تم إشهار مؤتمر أول تصوير قوي في اليمن معارض كنهور وأهداف المؤتمر هذا هو إبراز المناظر القمالية في البلد تعزيز السياحة أعطاء الناس الروح في رؤية المناظر القميلة بعيدا عن قوة الحروب والمشاكل حابين نعطي للناس نظرة يعني ولمحة مختلفة يشوفوا المناطق والمناظر والمعالم أثيرها بطريقة آنة جدا نظم مركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي بالتنسيق مع جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بالعاصمة الموقتة عدن حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة وأكد مدير صندوق المعاقين بالمحافظة أحمد الشاعري على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي تسلط الضوء على احتياجات وحقوق المعاقيين إضافة إلى ضرورة العمل المشترك للحد من التمييز في المعاملة لهذه الفئة وتمكين دول احتياجات الخاصة من المشاركة في التنمية المجتمعية يعتبر هذا الحفل اليوم الاحتفال باليوم العربي لدول احتياجات الخاصة وهو يمثل لنا يوما عظيما حيث وقعت بلادنا وسائر بلدان العالم على اتفاقية دولية وهي الاهتمام بالأشخاص من توفير التعليم المجاني وسائل النقل والإجهزة المساندة والأطراف الصناعية ولقط الأشارة وتوفير المعاهد وتمكنهم الحياة اليومية أقام مركز شباب الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفلا تكريميا لخمسة عشر حافظا وحافظة بمدينة تعز وتخللت الحفلة فقرات فنية متنوعة بحضور المدير العام لمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز القاضي خالد البركاني ومدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد وعدد كبير من أهل الحافظين والحافظات هذا اليوم هو يوم عرس قرآني لخمسة عشر حافظ وحافظة تخرقوا وأول ثمرة من ثمرات مؤسسة رحمات حيث أنها حديثة عهد لكن كانت البداية بداية قوية وقادة بدأناها بخمسة عشر حافظ وحافظة من ثمرات مركز الإيمان رياضيا حيث اختتم مكتب الشباب ورياضة بالعاصمة الموقتة عدن فعالية دورة التحكيم للحكام المستجدين في لعبة كرة الطاولة وتلقى عشرون متدربا ممثلون أندية المحافظة محاضرات نظرية وتطبيقات والتعريف بقانون لعبة كرة الطاولة بالإضافة إلى عرض أفلام وثاقية عن اللعبة ومستجدات القانون وشهد مدير مكتب الشباب ورياضة بالمحافظة نعمان شاهر بالاهتمام بفرع الاتحاد في إقامة وتنظيم مثل هذه الدورات التي تعتبر مهمة في طريق النهوض بلعبة كرة الطاولة في المحافظة شهد الكرام ختاما لكم من أطيب المنى يمكنكم أيضا متابعة المزيد من الأخبار والمعلومات على المهرية دوت نيت وأيضا يمكنكم متابعة المزيد على صفحات قناة المهرية على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله شكرا